السؤال التاني ايه؟ ولادها او بناتها مش عارفة هي بنات ولا ولاد مش بيسألوا عليها عليهم إثم كبير واللي احنا كنا بيتكلم عن طاعة الولدين لأنهم ارتكبوا وزر فعلوا ما نهاهم الله عز وجل عنه أمر منه عنه يجب على الأبناء أن يبروا آبائهم وخصوصا عند كبر السن بالسامع والطاعة بالقول اللين بالابتسامة الطيبة كذلك يجب على الآباء والأمهات استقبال أبنائهم بالقول الطيب وبالفعل الطيب وبالترحاب والابتسامة وبالكلمة الطيبة وبالدعاء نهى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن الآباء والأمهات ما يدعوش على أبنائهم ما ده أمر مطلوب يا جماعة لازم أن نقود بالنا منه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعو على أبنائكم لعله أن توافق ساعة فيستجاب لكم لعله أن توافق ساعة فيستجاب لكم وده أمر منه عنه إذن القضية أحباب نحن في هذه الأيام الطيبة المباركة يجب إدخال السرور على الناس بعظهم البعض بالقول الطيب بالفعل الطيب لكي نكون كالجسد الواحد نعم سؤال الأخير دلوقتي لدينا خلاصا فكرة انتهت اتفضل أنا عايزة عارف حضرتك قلت أن إمتى يجب طاعتهم ومتى يجب عصيانهم أو مخالفتهم طيب أنا عايزة عارف العقوبة بالنسبة للأبناء اللي هم بعضم طاعة يعني بدون سبب أولا الأبناء اللي هم يعصوا والدهم وولديهم كما تدينه تدان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ما شئت كما تدينه تدان إن الإنسان اللي يفعلهم فابوك هيتفعل معاه كذلك هو فعل أمر نهى رب العالمين عنه لأن ربنا أمر وقضى ربك ألا تعبده إلا إياه وابي الوالدين إحسان هو فعل أمر منهى عنه فلذلك قد يحرم من الرزق قد يحرم من التوفيق قد يحرم من البركة قد يحرم من جميع أنواع الرزق والرزق هنا أحباب مش فلوس بس والله قد يكون حب الناس قد يكون توفيق قد يكون بركة قد يكون رحمة قد يكون طاعة زوجة قد يكون بركة في الأبناء والزرية هو هذا المطلوب